اشتركوا في القناة ويسروا باتع في القضاء على الفيروسات الكحول عايز اقول لكم حاجتين عنه اولا حاجة رسمية انه وزارة التجارة النهاردة والوزيرة نيفين جامع اصدرت قرار بمنع وحظر تصدير الكحول ومشتقاته اللي بتدخل فيه تصنيع المطهرات والمحللات والمحليل وعجل دي للخارج عشان السوق المحلي هو اللي اولى بيها وده قرار محترم جدا ما يفعش نبقى مصدره والمصدر والمنتج يكسب منه ويصدره بره واللي بره يحموا نفسهم واحنا اللي بقى محتاجينه ومش لقيينه ما ينفعش فده قرار حكومي سليم مؤقتا لحد ما السوق المحلي يكتفي وبعد كده نبقى نصدر زي ما احنا عاوزين النقطة التانية بقى نقطة متعلقة بيه الناس اللي حيسة وليسة ايه ليسة دي اسمها ليسة حيسة وليسة يعني شوفوا انتوا هاملوها زي ما انتوا عاوزين اللي بيروحوا الصيداليات وسبر مراكت يجيبوا المطهرات والمشاعف ايه ومش لقيين انا قلتلكو حاجتين مبارح الحاجة اللي قلنية متعلقة بانه كل كولونيا كل كولونيا فيها كحول كل كولونيا فيها كحول والكولونيا اللي الكحول فيها نسبته 70% ده مطهر شديد الفعالية زي وبالزبط زي البتاع الحاجات التانية استريليم والحاجات اللي انتوا كبتوها وخزنتوها عندوك في البين اي كولونيا خلقها ربنا بيبقى في ذلك البتاع بتاعت المبارح الشبروشي اسما اللي انا قلتلكو عليها دي خمس خمسان اي كولونيا فيها 70% كحول مطهر وشديد الفعالية طيب انت بقى ملاقيتش كده ولقيت كحول نفسه روحت اشتريت كحول زي كحول عادية طيب اي حاجة تحطها على الكحول تبوازها الا المية يعني تخففها فيه ناس بيتخففها بقى تحط عليها مش عارف ايه مية اكسجين وناس تحط عليها مية ورد وناس تحط عليها كل الكلام ده كنافة بالطرشي حاجة الوحيدة اللي تخلي الكحول يفضل كحول بفاعليته المية خففه بنسبة عشان تعرف تطهر بيه وتمسح بيه وبتاعه فعندك كحول تمسح بيه وتطهر بيه وعندك اي برفان قديم اي كولونيا بتلاتة جنيه ونص معين دلوقتي اي كولونيا ببقيتش بتلاتة جنيه ونص عشان تغليه بسبب الازمة تنفع والمية والصابون والمية والصابون احسن علاج للقصة والطول الوقت ابعد ايديك عن وشك بس بس عارف لو استطعت لقدر انا حتى لو اصبت بالعدوى بس استطعت ان انت طول اليوم لحد ما ترجع البيت وتغسل ايدك كويس بالمية والصابون وتغلط رش كولونيا كده وتبقى نضيفه فولة كده حتى قدام راتك يا لو عرفت ان انت ما تلمس ايدك على وشك خالص انسان انت تصاب حتى لو لمست مش لمست اماكن لمسها مصاب لو لمست المصاب نفسه لو لمست المصاب نفسه في وشه وبتاع وجالك الفيروس طالما ايدك ما قربتش من مناخيرك او بؤك او عينيك انت في امان متهيق لي يعني متهيق لي وبمناسبة الفيروس ده بس ده ده هزار اللي جاي ده هزار عشان انا عارف الناس اللي بتمسك في القبش في اللبش اللي جاي ده هزار حد النهاردة قال لي تصدق تامر انا متهيق لي بما اننا في شهر المرأة وكل سنة وطيبين المرأة المصرية طبعا مناسبة يوم المرأة العالمي يوم المرأة المصري وعيد الام اللي جاي يوم 21 مارس ان شاء الله كل سنة وكل ست في الدنيا طيبين اللي جاي ده هزار واحد قال لي تصدق ان الستات غالبا هم اللي عملوا الفيروس بتاع كورونا ده قلت لهش معنى قال لي كل النتائج بتصب في مصلحتهم اولا الرجالة مفيش خيانات حدش حيضر يطلع ولا يبوس ولا يسلم ولا الهوى الابيض يروح يجيله مصيبة سودة فامنع الخيانة مفيش كافيهات ولا شاش ولا مش عارف ايه ولا بتاع قاعد في البيت مرمي رمي دي الكلاب قدام مراته بيتعلم الادم فالحقيقة كل النتائج تقولك ان الستات في العالم هم اللي عمدين فرس كورونا ده لان الضحية هو الرجل مش عارف كيف يكونوا عمدينها فينا فقال تاني هزار عشان انا عارف انه بالليل عادي تقولك تماما مين يتاهب الستات بصنع كورونا ما علينا لكن في فكرة الاتهام دي بكرة بقى لحب اتكلم حراركم عن السيناريوهات عشان في ناس مشية في سيناريو انه كورونا ده صانيعة صينية بامتياز وليه السبب والصين كسبت قد ايه وعملت قد ايه وبتاع في ناس تانية قالك كورونا ده امريكاني صوني عن نيو اس اي ميدي نيو اس اي بامتياز عشان امريكا عملت كذا 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 ودول واخدهم الحماء ودول حمين او 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 حاول لكم سيناريوهات وفيه سيناريوهات تالتة يعني قد انا نتكلم بكرة سيناريوهات بتاعت من وراء كورونا لكن مش وقته في عاجل الرئيس يتلقى اتصالات في من نظيره الكيني ويبحثاني تعزيز التعاون وطورات سد النهضة تمام يعني انا ما بحبش اتكلم في موضوع سد النهضة ده سايب الاتصالات الرسمية والمصادر الرسمية والمسؤولين في مصر هي لتاخد قراراتها واجراءاتها لاننا على ثقا هما بيعملوا الصح لكن استوديوهات التحليلية والهري في موضوع سد النهضة على وسائل الاعلام وشعبيا وبتاع مش مطلوب من وجهة نظريا طيب اخيرا اخيرا